تلفونات الشيعة تلفونات الشيعة الحال باينة. طب بالله عليكم. لو فعلوا لو فعلوا قناة لأهل السنة الجماعة يعني لو جات قناة لأهل السنة الجماعة وقالولهم يا اخوانا تخلص بتقولنا ان الخمس ده في الغنائم بس هل احنا يا الاخ السعودي اللي بتصل انا مش هرد على مش هرد عليك على تليفون الشيعة. الاخ السعودي اللي بتصل انا مش هرد عليك على تليفون الشيعة. تخيلوا اخوانا لو فتحوا لنا بس كده. وقالوا لنا اسبتوا لنا ان الغنائم فقط في غنيمة الحرب. هل ده هيبقى الحال? يعني هل الحال هيبقى كده? يعني حال نحنا هيبقى كده? والله التليفون ما يسكت. والله التليفون ما يسكت. وما ينسيبهم إلا ما نقنحهم ونقنح غيرهم ان الخمس في غنائم الحرب فقط. الله المستعاني. الاخوة اللي بتتصل على تليفون الشيعة مش هرد على اي سني على تليفون شيعي. انهم سمحتوا. وهو ما بين دلوقتي هم يا اخوانا جربوا الاول كل الحالات. لدركة انهم استغلوا يعني عايزين استغلوا العاطفة. ما نفع? قلبوا حلوة خمس الى ايه? الى مسألة ايه؟ يعني هدية. ايه برضوا ما نفع? قالبوا لمسألة العمل بالنية. يعني اخراج المال بالنية برضو ما نفع! برضو ما نفع! قالك بس اتفضحنا! بقى كل مانزود كل مانبعتلهم معمم يتفضح. كل مانبعتلهم معمم يتفضح فخلاص بقى كفاية كده كفاية اللي تفضح